هناك خطة لاتحاد الكورة لاستكمال الدوري العام المصري زي ما أوروبا بيحط خطة احنا بنحط خطة هذه الخطة لازم تبقى جاهزة ومحددة ثم تستنى الضوء الأخضر من الدولة يا اتحاد الكورة go ahead نفذ او يا اتحاد الكورة لا استنى شوي الخطة دي قوامها ايه قالك ان احنا هنبدأ لمدة شهر اعداد لجميع الاندية اول ما نعلن يلا تدربوا هندي شهر كامل اعداد بدني لكل الفرق وعلى فكرة شهر جيد يعني في بعض الاندية مدربين بيطلعوا بيغالي شوية في الكلام يقولك ايه احنا محتاجين شهرين ونص ليه شهرين ونص اولا مفترض لعبتك بتتدرب في البيوت يعني بتحافظ على وزنها على الاقل لما بيعندك فترة اعداد اربع اسابيع تحط فيها بروجرام مكسف ومحترم ومدروس تقدر تقف على الارض صدر ماش صعب اطلاقا يعني طيب يبقى اذا شهر اعداد بعد كده قالك محتاجين عشان نستكمل الدوري شهرين ونص شهرين ونص والشهرين ونص دولت هيستمر فيهم الدوري وينتهي في شهر سبتمبر والدوري الجديد يبدأ في شهر اكتوبر يبقى فترة اعداد شهر الدوري يستمر شهرين ونص استكمال كاس مصر بعد نهاية الدوري انطلاق الموسم الجديد بشكل مبدأي في شهر اكتوبر المقبل قرار نهائي في الجزئية الاخيرة دي بتاعة اكتوبر بعد معرفة موعد تجمع المنتخب الاول والالولمبي في تلك الفترة وكذلك موقف البطولات الافريقية للان دي وقال المصدر وده شيء بقى حقيقة علينا ان احنا نفخر به كالقاهرة والناس وكمساء الانوار علينا ان نفخر بانفسنا المقترح اللي انا كنت قلته للدكتور محمد سلطان رئيس اللاجنة الطبية امبارح واللي هو قال لي ان هم اشتغلوا على هذا المقترح اللي انا كنت اقترحته قبل كده انا اقترحته من شهر وبعدين امبارح بكلبه على الهواء وبعيد له تاني الاقتراح قال ان احنا نشغلين على اقتراحك من شهر حتى انا اتحكت وقلت له لو حصل والنينة نفذت باجت اللي باختراح ده باسمي يعني باتحك يعني طبعا معا طب ايه الضوابط اللي حطها اتحاد الكرة قال لك هذا الدوري هيبقى عبارة عن بطولة مجمعة بطولة مجمعة لهم مشهرينه نص الدوري او بدءا من حتى التدريب اللي هو الشهر بطولة مجمعة يعني ايه يعني جميع اللاعبين موجودين في الفنادق اللي انا قلته جميع اللاعبين موجودين في الفنادق ملاعب محددة للتدريب ممنوع ان انت تتضرب في ملعب غيره يعني لو جيه مثلا مثلا في اسكندرية قال لك ملعب التدريب هيبقى ملعب مثلا استاد اسكندرية واستاد مثلا الماكس مثلا ممنوع سموح هيتضرب سموح هيتضرب في استاد اسكندرية هيتضرب في الماكس يبقى كل منطقة هتتحدد لها ملعب ليه عشان هذه الملعب هيتم عليها تعقيمات على اعلى مستوى غيره في الملعب استعقيمات كذا كذا يعني احتياطات كاملة 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 وده اللي انا قلته قبل كده ان انجلترا حددت ملعبين بالاسم منهم ملعب ويمبلي وحددت فنادق بالاسم وانا قلت الاختراح ده هنا في مساء الانوار في قراءة الناس من شهر كامل لو تفتكر وعدنا مبارح مع الدكتور محمد سلطان يبقى هزا اتحاد الكرة قال لك ايه هنعتبرها بطولة مجمعة هنحدد ملعب التدريب ممنوع تتغير هنحدد ملعب المباريات ممنوع تتغير وهذا امر محترم جدا وامر مقبول جدا يبقى انه الدولة تقول يلا اشتغل لو الدولة قالت يلا اشتغل سيه ان قالت يلا اشتغل مسلا 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 في اول يونيا يبقى يونيا كله تدريب اغسطس سبتمبر نص اكتوبر او ربع اكتوبر الدوري نتوقف عشر خمستاشر يوم الدوري جديد في نهاية اكتوبر ده مجرد بنتكلم على مجرد يعني اقتراحات هذا هو الامر فيما اتعلق بالقسم التاني والتالت والرابع الحقيقة لم يتناولوا هل هيتم هذا الامر بالنسبة لهم اعتقد صعب اعتقد صعب ولو انه الدوري قسم التاني بالذات فضله ستة اسابيع الحكاية كلها ربما يجدولوا بشكل او باخر عشان مدام انت هتلعب الدوري الممتاز يبقى انت هتطبق اللواية هتنزل اخر ثلاثة يبقى من حق الثلاثة اللي تحت انهم يطلع وباقي خمس مباريات او خمس اسابيع في قسم التاني ممكن ممكن لكن خلينا ننتظر ان شاء الله باذن الله ماذا سيحدث طيب كان هناك اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي هم جدا وهناك مجموعة من اقرارات وبعض الاخبار العالمية ولكن بعد الفاصل